البعض يكتب مفتوح. طبعا. لعبين قدام بعض لسه 120 دقيقة على أهم لقب قاري. المديرين الفنين واجهوا بعض وحفظين بعض وعارفين بعض كويس جدا. وبالتالي مع دوافع السنغال أو أهداف السنغال حاجة بتكلم عنها دي. منتخب مصر. السيناريو الأمثل لمواجهة منتخب يملك من الشراسة الهجومية الكتير. ويملك من الأوراق الخطيرة الكتير. السيناريو الأمثل لمواجهته في مباراة القاهرة أولا. بص أول حاجة بنقولها في الموضوع ده أن أهم حاجة اللعيبة أو التشكيل الأساسي اللي حينزل به كروش المطش يكون في يومه في أحسن حالاته. يعني إزاي كروش يوصل للمنتخب يوم الجمعة إن شاء الله أنه هو نفسيا مؤهل قبل بدنيا وتكتيكيا وخططيا وفنيا. لازم الدوافع طبعا تعلق قوي وتزيد قوي. الثقة بالنفس لازم تبقى كبيرة. بنلعب أستاذ القاهرة والذكرات كبيرة مع منتخب مصر. بنلعب قدام جمهور إن شاء الله كبير جدا يملى الأستاذ. إن شاء الله. الحمس المصري والروح المصرية بتفرد نفسها في المباراة دي. وبتبقى العامل الأساسي في تحقيق المكسب. دي أول حاجة. بس أهم حاجة أزاي بقولك إن اللعيبة تكون في حالة. يعني كله يبقى رجلي شايلة. كله فت كله مركز تركيز جامد جدا. بغض النظر بقى إحنا هنلعب إزاي اللي هو هنتكلمها. لو هنتكلم إحنا هنلعب إزاي أنا رأيي هقوله. بس أنا حاس أنه هو هيلعب برضو بحاجة تانية. كيروش ما بيغيرش كتير. سواء في التشكيل أو في الأفراد أو في الطريقة. هو هي الناس كلها متفقة على تقريبا 70% من التشكيل. هو خط النص اللي محيرنا وخط النص اللي هيبان عليه. هو العامل الأساسي كمان في المباراة دي. وهيبان عليه شكل المنتخب وطريق التفكير كيروش في مواجهة السنغال في القاهرة. أنا شايف أنه إحنا ما قدمناش حاجة أن إحنا نهاجم. يعني إحنا لازم. إنت لازم تهاجم. لازم نهاجم. لازم تهاجم من أول دي. عشان حاجتين عشان نهاجم ونجيب جوال تريحنا في مباراة السنغال. وعشان ما نديش الفرصة أنه السنغال تهاجم. ولقدر الله تسجل فينا هدف هنا. بص أحمد أنا يعني من أنصار أن أنا دائمًا ما بعظمش قوي ومبالغش قوي في الفرقة اللي قدامي. يعني هو لازم يعمل كده ما يعظمش ومبالغش قوي في الفرقة اللي قدامه. بحيث أن أنا أقول للعيبة أن احنا هنلعب تلاتة ديفندر وعنقفل وعنعمل عشان كذا. ده بيدي انطباع للفرقة أن أنت نازل قلقان وخايف. آه الخوف بس الخوف مع الثقة أنا لو هلعب لازم ألعب بصنع ألعاب. لازم تلعب بصنع ألعاب. عايز تبتدي بأفشة كابتن حشان. عايز تبتدي بأفشة أستغل أولا حالته الكويسة خلال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. يمكن هو من فترة أبعد منها شوية ما كانش أفشة اللي احنا عارفين. بالضبط إنما رجع رجع لمستوى بدليل أنه أخده عشان ما حدش يقول بس أصليه أخده. عشان عبدالله سعيد مش مجلأ ولو مش كويس ما كانش خاده. فأنا في رأيي لازم أفشة يبقى عنصر أساسي في المبورا دي. طب ما تبتديها من وراء اللي احنا ما تبتدينا عليه. أنا بقول الشناوي طبعا هلعب عمر. عمر كمال عبد الواحد. سيدا لك خد عمر الثاني. أنا عارف. أخد عمر جابك. بس أنا بقول أنه هيلعب كمان اللعب اللي كان معاه من أيام البطولة الأفريقية ولعب وشاف. وهو زي أقول لك أنا ما بيميلش للتغييرات يعني بلعب بالناس اللي عارفها. تمام فحيبقى محمد عبد المنعم والوينش وفتوح محمد عبد المنعم والوينش وفتوح والفتوح. تمام نص الملعب أنا في رأيي أنا في رأيي يلاعب اتنين ديفندرات عمر السلية مع حمدي فتحي أو النني على حسب برضو. عمر السلية أساسي أساسي ويصر واحد من اتنين حمدي أو النني حمدي أو النني ويلعب قدامهم أفشة ويلعب ناحية اليمين طبعا صلاح. وناحية الشمال يبدأ بتريزيجيه ومصطفى محمد. ده التشكيل اللي أنا بقوله اللي هو مش هيحصل. اللي هيحصل بقى من وجه السلية. اللي هيحصل هيلعب بثلاثة وراء وحيلعب طبعا بصلاح ومصطفى محمد ومرموش. هو يعني هيلعب كده يعني. ليه بقولك أفشة وليه صنع ألعاب. المباراة اللي زي دي من البداية لازم عشان تهد أي فرقة قدامك في أول عشر دقايق هو موضوع الاستحواز. الديفندرات التلاتة ما بيجدوش موضوع الاستحواز. لازم يكون في واحد واقف على كورة بيستلم كورتو بيبص بيلعب وبياخدها تاني وبتعمل استحواز اللي هو عن طريقه. وبقى تقدر تكمل هجماتك. إنما لو لعبت لعب صريح من البداية الناس دي طبعا يعني فرقة كبيرة ولعبة خبرات وعارفين بيقفوا ازاي وعارفين بيقفلوا الأماكن الفاضية ازاي فانت هممكن يسيبك تين الف نص ملعبك أو قدام نص ملعب بحاجة بسيطة هو مقفل. فانت محتاج أن أفشا لازم يكون موجود عشان السروباس اللي بيعملها من بين مثلا المساكين والباكات لصلاح لأوفرات مثلا من من تحت المصطفى. يعني حاجة لتريزيجية ممكن يخش برضو يخترق بيها. وهم عندهم يمكن أضعف خط هو الدفاع عندهم سنغال. فبالتالي أنت لازم يكون واحد برضو عقل مفكر في الفرقة يعني المباراة دي مش عايز اللعب الصريح حامد. اللعب الصريح ده مع لعبة كبار وخبرات مش 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 هجيب نتيجة. ايه المفاجأة من برا السندوق يعني ايه السيناريو المحدش تخياله ومن الممكن ان مستر كارلوس كيلوش يروح لي في المباراة دي. هو أنا أنا بقول إن هو طبعا هيلعب بالطريقة العادية بتاعته. بس هو لازم يغير لأنه هو جرب مع السنغال في المباراة النهائية. لا بقد إيه يمكن إحنا لو تفتكر المباراة نسترجعها بس ما عملش الهجمة واحدة. بس في في عامل اختلاف مهم جدا 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 في المواجهة دي. تختلف تماما عن كل المواجهات اللي إحنا لابناها. إن دي مباراتين ذهاب وعودة. مباراة على أرضك لازم تاخد فيها الأدبانتج لازم تستغيل الأرض وجمهور. صحيح. وتحقق سكور إيجابي. مباراة الأولى عندك. والمباراة الأولى عندك. ويتهيق لي يعني كنت لسا بقول لحضرتك قبل هوا. لو المنتخب المصري قدر يسجل في السنغال ويحرمها من التسجيل هنا. طبعا. حيسهل على نفسه قوي مباراة العودة. لأنه هو هناك هيلعب على نتيجة هنا. يعني ممكن يغير تكتيكه خالص لو إن شاء الله اتغلب هنا. نتيجة هنا 2-0 مثلا. وانت رايح هناك التوتر كل عنده. وانت اللي رايح. الضغط. كل دقيقة بتعدي في المباراة بتعمله ضغط عصبي وقلق. في وسط جماهيره. ومغلوب وعايز يحرز أهداف. لازم غزبا عنه الخطوط هتتفتح. ودي ممكن تدي فرصة لصلاح اللي هو بيجيد طبعا في المساحات. لعب كله في المساحات الفاضية. وحيبقى برضو العناصر اللي موجودة هنا غير العناصر اللي موجودة هناك. النتيجة بتاعة المباراة الأولانية هتفرض عليه تشكيل هناك. أيها كانت النتيجة يعني. ما نحلمش نلعب مباراة.